بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تفسير الند لا تجعلوا له أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية وهذه الآية فيها أول أمر ونداء بالتوحيد وأول نهي عن الشرك في القرآن قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لو لا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتا اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لو لا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم أخفى من وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا فنسأل الله أن يعيننا على التخلص منه الدليل الثاني وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم الدليل الثالث وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا كفر أو أشرك كفرا أو شركا أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساوي لله في التعظيم والعظمة وإلا فهو أصغر ابن مسعود رضي الله عنه لا يحب هذا ولا هذا لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب لأن الشرك لا يغفر الدليل الرابع وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح الدليل الخامس وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِ وَلَا تَقُولُوا لَوْ لَا اللَّهُ وَفُلَانُ ولكن قولوا الشرع إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز حتى يسهل ترك المحرم وحتى نعلم سمو الشريعة المسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر لأن الند يشمل النظير المساوي على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور الثالثة أن الحلف بغير الله شرك كقولهم بحياتك بحياتي بذمتك في ذمتي بذمتي في رقبتي في لحيتي في وجهي والنبي بشرفي بالكعبة بصلاتك بصيامك بعمرك بالعون أو يقول في حلفه هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس وهي أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال أمرئ مسلم الخامسة الفرق بين الواوي وثم في اللفظ لأن الواوة تقتضي المساواة فتكون شركا وثم تقتضي الترتيب والتراخي فلا تكون شركا كقولهم أنا بالله وبك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك وهذا من الله ومنك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض وأنا تائب إلى الله وإليك التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر